اشتركوا في القناة ممكن نحضرها العشاء كجي من اروع ما يكون كما كاتلاحظوها غد نحضر الخبز وكذلك الحشوة بسم الله على بركة الله اول حاجة غد نحضر العجين عندي هنا 500 جرام من طحي الابيض ممكن هنا اضيفوا معاه 3 ملاعق كبيرة ديال الناشا اللي هي ميزينة بدل ما تستعملوا هنا خميرة الحلويات مستعملة ربع ملعقة صغيرة ممكن تستغنوا عليها وتستعملوا الناشا كما ذكرت لكم ملعقة كبيرة من خميرة الخبز والخميرة كتبقى بحسب الجو اما هذه المعجونة اما الجافة حسب المتوفر عندي ملعقة كبيرة من السكر غير مملوءة السكر غير باش كي يحمر لنا الخبز ممكن تستغنوا عليها بطبيعة الحل يعني كتبقى مسألة اختيارية عندي الملح ايضا اللي بحسب الدوق ما يعادل ملعقة صغيرة غير مملوءة ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا حسب الدوق ديالكم عندي هنا يا الماء الدافئ ما يعادل 300 ملي لطغ من الماء كنضيف كمية من الماء وغادي نعجن العجين انا هنا عجنته في العجانة ممكن تعجنوه باليد كتحصلوا على نفس النتيجة كنضيف كمية الماء المتبقية انا اعطيتكم المقادير مضبوطة ممكن الماء يعني يبقى لكم شوية في حالة كانت نوعية طحيم كتختلف المهم كنحصل على هاد القوام عجينة كما تلاحظو كتبال لكم انها كتلسق انا مستعملش هنا اليد ديالي هنا وضعت الاصابيع باش تاهدوا معي انها ما كتلسقش في اليد ولكيراها كتخفيفة ضروري ما تكون خفيفة ومدلوكة مزيهان كتدلكوها كناخد شوية ديا زيت الزيتون او زيت نباتي حسب المرتوفر وكنحاول انني نمرر هادك العجين كلها هادك الزيت باش ما كتسبقاش كتلسق ضروري ما تغلفوها مزيان بالقليل من الزيت وكتغطيوها وتخليوها كتخمر المدة الكافية يعني ضروري ما تخمر تقدر تاخد معاكم 20 دقيقة او 30 دقيقة حسب الجو هنا كما كتلاحظو خمرات كيتضاعف الحجم ديالها خليتها هنا يا 20 دقيقة كنوضعها في سطح العمل وغادي نحاول انني نضيها ونجيبها في نفس الوقت كنخرج منها الهواء كنرش شوية ديال طحيل ابيض فورس باش نقدر انني نشكل الكوريات الكوريات كتبقى حسب الرغبة ديالكم وحسب الاختيار بغيتوهم كبار او صغار يعني كيبقى لكم الاختيار كنشكل كويرة من العجين كنحاول انني نجمعها كما لاحظو العجينة راها خفيفة خفيفة وارطباق بزاف هنا غادي نستعمل هاد المول ديال الباقيت ماشي ضروري ماشي مهم في هاد الوصفة ممكن استعمله في طاوة عادية هادك الطاوة دهنتها بشوية ديال الزبدة وكان اخد الكوريات من العجين نحاول نعطيها واحد الشكل اللي كيكون مستطيل ممكن تبسطوها باليد او بدلك حسب الاختيار سمك متوسط باش تلقاوه فين كتلفو العجين حول نفسه بهاد الطريقة انا سبق لي وحضرت معاكم الباقيت المقرمش اللي كيكون في المخابيز يعني نفس الخطوات تقريبا غير هنا ياختلاف في طريقة التزيين وايضا كيف تحصلوا على القرمشة دياله كتجمعوا هادك الطرف الاخير مع القطعة ديال العجين تضغطوه مزيان وايضا الجوانب وكتحاولوا تخليوا الوسط شوية غليض والاسفل ديال العجين من الجهاتين كترقوه شوية بواسطة اليد سوف نوضعه في الصينية اللي ذكرت لكم وهذه الجهة اللي كتكون بسدودة هي اللي تكون التحت كنستمر بنفس الطريقة كنبسط العجين ونصرحوه وكلفوه حول نفسه كنضغط مزيان على العجين باش كنسدوه ضروري ما تسدوه كما ذكرت لكم استعملوا طاوة عادية فقط كتفرشوا فيها الورق او كتدهنوها بشوية الزيت وترشو الطحين يعني اللي عندكم كتديروه سافي كنبسط وكرمتها كنضغط وانا كنلصق العجين مع بعضو بهذا الطريقة كنغلق مزيان نخلي الواسط شوية غليض ونبسط الجوانب باليد وكرموضعوه في الصينية ديال الباقيت المخصصة اللي دهنتها بالزبدة ودروري ما تخليوه كي يخمر المدة الكافية عندي ابيض البيض باش غادي ندهن هاد الباقيت ممكن تعاوضو ابيض البيض بالحليب السائل فقط ما تستعملوش ابيض البيض استعملو الحليب السائل كندهن القطع ديالي كاملة بابيض البيض اللي ممكن تضيفو لي واحد القطرة من الخل البيض وكنفلح العجين حسب الرغبة لثلاث اشريطاء اوجوج هذا اللي هنا احتهو دهنته بابيض البيض ووضعت لي سميدة رقيقة الخاصة بالبغرير يعني غير باش نوضح لكم الفرق بينتهم هذا اللي في الصينية غادي ندير لي زنجلان ممكن تعاوضوه بزنجلان بيض او البافو الحشوة عندي حشوة بسيطة جدا وكتجيل ديدة ديدة بززاف وسهلة في نفس الوقت عندي طماطم حبة واحدة من الطماطم غسلتها مزيان قطعتها شرائحة رقيقة هنا غادي نوضح لكم الى خليتو فيها الزريعة بكمة هات الشكل هذا الوقت اللي كتوضعوها في الخبز وإلى تعطل كيتلق الماء حاولو انكم تحيدوا هذه الزريعة الخاص اللي كيكون عندي مغسول مزيان دارون ما تغسلوه في الماء وقطرات من الخل كتصفي وتنشفوه وكتقطعوه شرائح اللي تكون طويلة عندي علف ديال طونة مصفات من الزيت لكي ندهن الخبز غادي نضيف صلصة المايونيز بعد ما طاب لي الخبز هاتي الصينية الاولى اللي وضعت فيها القطعتين بوحدهم لاحظوا معي كي يجي مقرمش ورائع جدا ورائحة ديالو بحل باقيت ديال المخابز بالنسبة لطريقة الطهي ديالو كتصخنوا الفران ديالكم من قبل واحد العشرة دقيق يكون على مئتين بمجرد ما كتدخلوا الطاوى ديالكم الفران كتنقصوه بتبقى نار متوسطة خفيفة باش كيتنفخ الخبز ويجي مقرمش ضروري ما خصو يجي مقرمش هادا الى بغيتو بحل باقيت ديال المخابز بغيتو يجيكم مطب خليوا النار كتكون يعني على مئتين او مئة وثمانين لاحظوا معي هنا القطعة من الداخل كتجي البابة خفيفة بحل بابة ديال كومير المتوفر في المخابز هنا كتدهنو الخبز ديالكم بعد ما كيبردو بطبيعة الحال بالمايونيز او الجبن او سلصة الكيتشوب والمايونيز وتوضعو الشريحة ديال الطمطي ممكن ما اذكرت لكم هنا هاد الاقسام مزولة لهم الزريعة هادي غادي تحيدوها باش مطلقش لكم الماء في الخبز يعني كونوا مش اكدين الى درجو هاد طريقة صحيحة انكم كتحيدو الزريعة ديال المطيشة وراها الخبز لما كيوقع الولوخة كيتعطل دهنت بالمايونيز وضعت قطع الطماطم والقليل من الخص ونوضع طون ممكن تديرو حشوة اخرى بدال طون كتكون بالجاج صدر ديال الجاج او كيبقى لكم الاختيار كتعاودو هنا توضعو اما الخص اما خطوط من السلصة المايونيز او الطماطم هذا هو الشكل نهائي الخبز كيجي هائل جدا وكيستحق التجربة كما اذكر لكم انا قدمتو كوجبة للعشاء ممكن تقدموه مرافق بحساء ديال الخضار او حساء ديال الجاج وممكن ايضا تغيرو في الحشوة كما اذكر لكم بدال طون تستعملوا الجاج الى عجباتكم بحل هاد الوصفة نقدم لكم اقتراحات اخرى يعني الباقات محشوب حشوات مختلفة كيجيوا اكثر من رائعين وانا هنا قدمت لكم حشوة اللي بسيطة بسيطة بزف والديدة وعملية يعني حضروها النساء العاملات يعني بسرعة كتوجد واللي ما توفرش لها الوقت انها تحضر الخبز كيتوفر جاهز في المحلات التجارية انا كنفضل نحضر كل حاجة يعني في المنزل بادي الخبز كذلك الحشوة وهاد شي كيبقى حسب الاختيار ديال كل صيدة او كل شخص بطبيعة الحال ان شاء الله تجربوا الوصفة والتنال اعجابكم بإذن الله كانت معكم ريحانة كمال انطلقوا في الفيديو جديد بإذن الله خليتلكم مرحة في امان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة